هذا المكان الذي تلاحظونه أمامكم هو شارع الأربعين والذي يحد المدينة من اتجاه الشمال هنا حيث دارت أعنف المواجهات في جبهة الأربعين والتي حدثت بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الانقلابية مساء الأمس الاشتباكات العنيفة التي دارت بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اندلعت إثر محاولة تسلل عناصر الميليشيات الحوتية باتجاه مواقع تمركز قوات الجيش الوطني التي تمكنت من كسر الهجوم وإجبار العناصر الانقلابية على التراجع سلسلة الهجمات للميليشيات الانقلابية تزامنت مع قصف عنيف شنته الميليشيا على الأحياء والمناطق السكنية أصيبت على إثره طالبتان كانتا في مدارس للتحفيظ بمنطقة وادي القاضي تتحدث المصادر العسكرية هنا أن ميليشيا الحوثي كثفت هجومها خلال الآوينة الأخيرة على أكثر من جبهة لكنها لم تستطع تحقيق أي تقدم رغم فارق الدعم بينها وقوات الجيش الوطني التي تطالب بتكثيف الدعم لتتمكن من تحرير ما تبقى من مناطق لا زالت سيطر عليها الميليشيات الانقلابية حمزة أمين قناة بلقيس من جبهة الأربعين تعز ترجمة نانسي قنقر